انطلاقة نشرتنا من الشارقة حيث ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليو العهد نائب وحاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حيث تناول الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسة المحلية بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري وبرئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة كما ناقش المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها فعقب التصديق على محضر الاجتماع السابق اطلع المجلس بعدها على مشروع اللائحة التنفيذية لدائرة الموارد البشرية حيث استعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بنود ومواد اللائحة التنفيذية لموظفي حكومة الشارقة وبيّن رئيس دائرة الموارد البشرية أن اللائحة تعد أول لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية الذي سيعمل به في حكومة الشارقة حيث عالجت اللائحة معظم الإشكالات والعقبات التي كانت تواجه موظفي شؤون الإدارية خلال تطبيق القانون والتي رصدت خلال السنوات الخمس الأخيرة وأشار الدكتور طارق بن خادم أن الأهداف المرجوة من اللائحة هي توحيد إجراءات التطبيق في كافة المؤسسات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية والتقليل من الاستفسارات وتسهيل العمل بإدارات الموارد لوضوح إجراءات التطبيق وتوحيد كافة النماذج للإجراءات الإدارية في كل الجهات الحكومية مضيفا أن اللائحة التنفيذية جاءت متسلسلة من حيث الإجراءات اعتبارا من بداية تعيين الموظف إلى نهاية خدمته كما جاءت متناسقة بشكل عام مع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي حيث سيتم تطبيقها على الموظف المواطن وغير المواطن كما اجتملت على معظم الإجراءات والنماذج والتعليمات الخاصة بالموارد البشرية لتكون المرجع الأساسي لموظفي شؤون الإدارية كما أصدر المجلس التنفيذي قرارا بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2015 الصادر عن المجلس بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتعديلاته وفي الختام اطلع المجلس على المرسوم الأميرية الصادر عن صاحب السموة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة إيمانا بأهمية دور المرأة كعنصر أساسي ومحوري في قطاعات الحياة كافة ولأنها أساس المجتمع ونصفه الآخر